ضمن كأس محمد السادس للبولو في نسختها الثالثة حقق المنتخب الوطني حرف أليف فوزا تامينا على نظيره النيجيري في أولى مباراية المجموعة الأولى على أرضية النادي الملكي للبولو في الرباط مباراة الافتتاح طبعة الندي والإطارة سيما وأن المنتخبان يعرفان بعضهما البعض نحن بفضل التدريب دينا وفضل التعليمات استطعنا أننا نزيره في المواتف كما تنقل والحمد لله ربما خيبنا وحقنا الفوز اللي فرحنا وهو يكون أحسن بداية لنا إن شاء الله المقابلة القديمة إن شاء الله ستكون مع المنتخب الفرنسي نحن الحمد لله كما شفتوا اللعبة فهم مستعدين أحسن الاستعداد لأي فارق كما ستكون إن شاء الله ستكون ربحه ونتأهلين الله فينا إن شاء الله المنتخب الوطني الذي يتكون من الرباع محمد المحمدي وماريو غوميز وحنفي عبد السلام وحسي عبد الناصر فاز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد والتانية بخمسة مقابل اثنين والتالتة بسبعة مقابل خمسة قبل أن يختم الجولة الرابعة بتسعة مقابل ستة نتيجة اليوم هو في مباراة افتتاح هي عرفة تفوز المنتخب الوطني بحصة تسعود الأهدف مقابل ستة المباريات ستقام ابتداء من الغد في حلبة البولو في المنصورية وفي حلبة البولو في أسيلا هذا تلت تجرى مباراة عند من كأس محمد السادس للبولو الأولى بالنادي الملكي بالمنصورية حيث يواجه المنتخب الوطني حرف ألف نادره الفرنسي على أن يلعب المنتخب الوطني حرف باء أمام نادره المصري بطنجة